اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة مع بعض الخطوات اللي احنا عملناها لخل التفاح طبعا بيطلع ناتج لما بيجي تصنع خل التفاح اللي احنا هنشوفه في الفقرات الجاية ان شاء الله الناتج ده بيطلع منه سمار التفاح بيطلع منه زي البطاطس المسلوقة تلت تربع سوى خمس سعين في المية تمانين في المية فبيطلع عندي الناتج دو الناتج اللي بيطلع عندي زي ما قلنا لبعض الاستخدامات منها ان انا ممكن بشيله في كيس في الفريزر لحد ما ابدأ اجي اعمل خل التفاح سمار جديدة وابدأ احط عليه كخميرة بتنشط لعملية التخلل او التحلل لصنع خل التفاح دي نقطة ممكن استخدمه بيستخدم من الاستخدامات اللي استخدمها ممكن استخدمه اطحنه وبيدخل فيه بعض المسكات للبشرة بتكنيك وطريقة معينة نبدأ ان شاء الله ممكن نبحث عنها ونشوفها ايه الخطوات بالزبزة بيستخدم ليه ممكن برضو بنستخدمه للطيور بيتم طحنه وبتدخل فيه اطعام الطيور الاعلاف بتاعت الطيور بيدي نتيجة رائعة جدا لانه كل المواد الغذائية ومضادات الاكسادة وغني بالحديد والفترنات والمعادن الحلوة جدا للطيور سواء للبشر او للطيور او للزر فالنهاردة ان شاء الله هنتابع مع بعض هنعمل النهاردة باذن الله تعالى خل التفاح بالناتج اللي طالع عندي سمار التفاح اللي نتجه من خل التفاح اللي احنا عملناها اخر مرة على اساس ان احنا بنوظف الحاجة او بنعمل اعادة تدوير للمنتج بمنتج جديد واحنا عارفين ان قيمة التفاح اللي بيبقى طالع قيمته عالية جدا هنتابع مع بعض الخطوات والفاكرات وتعالوا مع بعض الخطوة الاولى ان شاء الله وهنبدأ مع بعض بسم الله الرحمن الرحيم زي ما قلنا في المقدمة ان شاء الله هنستخدم النهاردة الناتج عندي من التفاح اللي سمار التفاح اللي احنا عملناها اخر فيديو عندنا في القناة وانعمل منه خل التفاح جديد الهدف من التجربة ان انا اللي بيطلع عندي ناتج ان احنا لما بنجي نعمل المنتج اللي عندي بوظف الناتج او المتبقي عندي من الخل التفاح بقدر استخدمه مرة تانية فويده وكمته الغذائية عالية جدا سواء في تصنيع الخل الجديد او في ان انا بستخدمه زي ما قلنا في الفقرة الانية استخدمت كتير جدا هنبقى نتكلم عنه احنا ماشيين في الخطوات بتاعتنا بس هنا النهاردة انا عندي كمية يعني انا عاملة اتنين كيلو تفاح المرة اللي فاتت او كيلو تفاح على حسب الكمية اللي انا عاملها فالكمية اللي انا عاملها دي تلت عندي ثمار تفاح فانا النهاردة هنعملها عادي جدا بفضل الله سبحانه وتعالى اولا واخيرا طبعا احنا خلاص يعني بقى طبيعي عندنا نقدر نعمل ان شاء الله خلي التفاح ما ياخدش معنا عشر دقايب اذن الله تعالى ويبقى يتجاهز ويصنع وياخد الاربعين يوم اللي احنا اتفقنا عليهم اللي هما الحلال ان شاء الله ويطلع لنا ناتج خل طيب بازن الله فانا النهاردة ان شاء الله طفحتين عندنا تلت طفحات كيلو عشر زي ما انا عايزة اعمل او زي ما انا الكمية اللي انا عايزة اقاها متاحة لي اعمل ان رده هنعملها بسمرتين ان الهدف من الفيديو النهاردة ان انا هسوظف الناتج عندي من التفاح اللي احنا عملنا قبل كده هعمله خل طفاح الخميرة اللي عندي المتبقية ما هيطلق عليه خميرة هبدأ اوظفه ان شاء الله في التفاح الجديد اللي هصنع منه الخل وعندي المحلول المية والسكر عادي جدا السكر والمية نسبة وتناسب بمجرد النظر واحنا نقدر ان شاء الله نزبطها بمجرد النظر عندي طفحتين الطفحتين دول قد يكونوا كيلو نصف كيلو ربع اكتر اقل اقدر من بمجرد النظر احنا عارفين بفضل الله سبحانه وتعالى ممكن مثلا نصف كوبات سكر ربع كوباية كمية كتيرة قليلة على حسب ان تكون نسبة وتناسبة والمية بتغطيلي مقدار سمار التفاح اللي انا بعملها وبتغطيلي الناتج اللي عندي اللي احنا هنعمله احنا طبعا هنخسل التفاح كويس جدا جدا زي ما احنا معارفين وبحضر كمية المية كمية المية بحضرها بعد ما بقطع التفاح ونحط المكوناتها على بعضها هنبدأ نعمل المحلول السكري هنقطع التفاح ونرجع مع بعض الخطوة الجاية وتعالوا مع بعض الخطوة الجاية ان شاء الله ورجعنا مع بعض بسم الله الرحمن الرحيم احنا هنا قطعنا مكونات التفاح اللي هم سمرطين تفاح وانا عندي هنا كمية التفاح اللي هي طلعت من ناتج خلي التفاح الكمية كبيرة طبعا لما أنا حطها هنا في البولة اللي حصل ان هي بدت تنزل السائل اللي فيها اللي هو عبارة عن خلي التفاح اللي بيحتوي على الشوت طبقات. هنبدأ نحط الاول التفاح اللي هو الجديد عندي. نحط كده كمية منه. وبعد كده هنبدأ هنحط بقية الخل اللي هو التفاح اللي نتيجة عندي من الخل. زي ما احنا شايفين هو زي ما قلنا ايه? ايه? تمانين خمسة وسبعين في المية درجة التسوية فيه. وبقى ابدأ احط بقى طبقات. ممكن احط ده الاول او ده الاول. مش مش مشكلة عندي. لان هيحصل عندي عملية آآ عايزين نقول ايه? عملية كميائية في تفاعل كميائية يتم بين المكونات الجديدة والمكونات اللي هي متبقية عندي من الخل اللي قبل كده. وتبدأ عندي تحصل لي عملية اتفاعل. احنا هنا في التفاح دوان احنا عارفين ان احنا مناتج آآ في محلول سكري اتحطله. فهو فيه سكر وفي آآ كل المكونات اللي هي اتعملت واخد اللي اربعين يوم. وقلنا ده خميرة. خميرة يعني ايه? يعني ايه? اتنشط لي الخل الجديد. هتديني نتيجة افضل. يعني انا لما بايا اخد. ازا هي كلمة خميرة زي بالمصطلح العلمي والشعبي الدارج لينا بكلمة الخميرة. بتزود لي الانتاج اللي انا بضيفه لها. خميرة المش ما ينفعش مش عندي خميرة عشان نعمل مش جديد. اللي عجينا نفس الحكاية. بورده التفاح نفس الحكاية. هي خليه لدرجة خلي التفاح درجة عالية جدا جدا. خلاص هيبقى في حاجة متفاعلة وفي حاجة حصل لها عملية تفاعل اربعين يوم سابقين. فهيحصل لي عملية تنشيط للدورة الكيميائية الطبيعية اللي هي اللي بيحصل فيها خلي التفاح. زي ما احنا شايفين ادي السائل ده خلي تفاح اللي هو متبكي. سمار التفاح عندي هنا نزلت لي كمية كبيرة من السوائل اللي بتحتوي عليها. احنا عارفين طبعا لما التفاح بيبدأ يتحلل بيحصل فيه شوائب. خلي تفاح ناجح يعني فيه شوائب. بيكون لي الشوائب. الشوائب دي على مدار اللي ما بنسيبه فترة طويلة. زي ما شفنا في الفيديو اللي فاتل موجودة عندنا في القناة. بتبدأ عاملة بتبقى عاملة زي الفل. بتبدأ تتجمع كلها مع بعضها. الاول ما اجا رج تبدأ تعمل لي الشوائب بتبان. بتبقى بينا كده الفترة بينا في ريق السائل. آآ لما بيعد شهر شهرين تلاتة ما بستخدموش. اللي بيحصل ان الكل الكمية دي كلها بتتجمع مع بعضها. في قاع الزجاجة البرطمان اي حاجة نحطها فيها. تعمل لي التكتل. التكتل ده بيبقى عامل زي الفل بالزبط. دي بقى الخميرة الامي. بقى احنا هنا قلنا طالما فيه شوائب طالما هيبقى فيه خميرة ام. احنا هنكمل نحط بقية المنتجات بتاعتنا. وبعد كده نرجع للخطوة الجاية ان شاء الله. وارجعنا مع بعض بسم الله الرحمن الرحيم. احنا هنا هنزلنا بكل المكونات الموجودة عندي. لي صمار التفاح الجديدة مع المتبقي من خل التفاح اللي احنا عملناه الفيديو اللي فات. وحطينا السكر. السكر ادي ايه? نسبة وتراسب. لازم نحط له سكر. السكر والمحلول الماء اللي هنحطه هو الاساس لعملية حدوث الخل الطبيعي الطيب ان شاء الله. بحط بقى كوبة متوسطة. عايزين برضو ناكد ان السكر اضافته لخل التفاح ما بيقصرش لقدر الله على اي مريض باي مرض من الامراض ربناش كل مريض وعافينا. اه ما بيقصرش على مرض السكر لان ده بيخش في جزء في عملية حدوث الخل. يعني ده عملية كيميائية طبيعية بيحصل لخل فيها. مش مع عملية مزاق. يعني انا مش بحلي حاجة او بخلي مزاق الحاجة درقته عالية بحس اللي قدر الله يتعب اي حد سواء مريض السكر ربناش كل مريض وعافينا الله مؤمن. او يتعب اي مريض لأي او اي منتج احنا بنعمله. اول ما بنجي نعمل اي منتج بنشوفه. يعني الحاجات اللي يبدأ فيها التزوج. لا احنا بنقول يا جماعة لا. ده بيبقى فيه مثلا اضيف كزا. ممكن اقطر على حسب الزوء. عايزة معلقة معلقتين. ده بيرجع للزوء الشخصي. لكن فيه معدل سابت لأي حاجة احنا بنعملها. فيه سكر بيتضاف لخلي التفاح. يبقى بيضيف سكر لخلي التفاح في تصنيع. يعني الكمية ان شاء الله ما يبقاش فيها قلق. هنكمل مع بعض بقت الخطوات وتعالوا مع بعض الخطوة الجاية ان شاء الله. وارجعنا مع بعض بسم الله الرحمن الرحيم. خلصنا كل مكوناتنا. حطينا التفاح اللي احنا قطعناه مع التفاح اللي نتج عندي من خلي التفاح. وحطينا السكر وحطينا المية. والخطوة اللي احنا عارفنا بنحطه كتعة قماشة قطن تسمحلي بمرور الهواء. وتتم عملية التفاعل الكيميائية الطبيعية. عشان ان شاء الله نحصل على خلي طيب بازن الله تعالى. خطواتنا قد بسيطة جدا وسهلة جدا. النهاردة الجديد في عمل خلي التفاح. ان انا بعمل اعادة تدوير للمناتج اللي عندي من خلي التفاح السابق اللي هي الخميلة بتاعت خلي التفاح. آآ بنعمل بخل جديد. آآ بنقدر ممكن نعمل باي كمية. من عندي الوقت الناتج دوان كمية كبيرة. ممكن تفاحتين تلاتة كيلو ربع نص على حسب ما انا عايزة او على حسب ما انا متوفر عندي. بنقطعه بنحطه زي ما شفناه وبنحط السكر والمية السكر والمية نسبة وتناسب اه ما حاجة عندي ان ما يضغطيلي السمار الخل او سمار التفاح اللي ان شاء الله هيبقى تخلي بازن الله. وقطعة القماشة زي ما قلنا بتبقى بتسمح لي بمرور الهواء بتسمح لي بالعملية الكيميائية ويسمح لي بمرورها لحد اربعين يوم. اول ما يتم اللي اربعين يوم ببص طبعا بتابع. هلاقي طبعا كمية السائل هتبدأ تقل. هيبقى الحزة تبقى من الحزة كده زي ما شفنا في الفيديوهات اللي فاتت. اه ممكن اقدر بازن الله يستبلي خمسين يوم. طب الفايصل عندي ايه? الفايصل عندي لو عدل خمسين يوم ولقيت السائل ابتدى يقل عن المعتاد. ببدأ احط اشيل القطعة القماشة. ونبدأ نصفيه ونستخدمه. اه لو ما اعتقدش ان هو ممكن يعد اكتر من خمسين يوم لان خلاص عملت بازن الله تمت عملية التفاعل الطبعية. فمش محتاج ان يعد اكتر من خمسين يوم. احنا قلنا خمسين يوم ده على اعلى تقدير يعني بالنسبة لنا. بنحط بقى في الازايز هتبقى في فيديوهات ان شاء الله عن استخداماته. دي قطعة القماشة اللي احنا بنقول عليها. اللي هي ان شاء الله هتبقى الفايصل بين الحلال ويهي الحرام لقدر الله. هي دي الشعر اللي بنتكلم على دايما في صناع الحاجة اللي هي الحلال اللي هي ذاتها حساسية من الناحية الشرعية. بحطها وبحط التاريخ باكتب يوم واحد يوم اتنين على حسب اليوم اللي انا بعمله. بنعد اربعين يوم. وبعد كده بنبدأ نفتحه ونتعامل معها دي جدا. يصلح للأكل للشرب بس بقى فيه تكنيك معين. آآ حلو للدوالي للشعر للبشرة للجلد بحلو للبقع البني للنمش كل حاجة للجسم حلو لها بيدخل في جميع الاطمع المنزي دايما احنا عارفين عادي جدا بيدخل في التنظيف بيدخل في المساحي في كل حاجة وهنبدأ نعمل فيديوهات عنه ونتكلم عنه ان شاء الله. الطريقة دي آآ خل التفاح بالمحلول اللي احنا بنعمله ده بتختلف عن الطريقة التانية اللي عملناها اول حلقة لينا في صنع خل التفاح في القناة. الطريقة دي بتحفظ لي سمار التفاح مع صلاش عفن. والطريقة التانية آآ عايزين نأكد على معلومة ان العفن والدود طبيعي في حدوث خل التفاح. بمعنى حاجة بتتحلل. الحاجة بتتحلل دي لازم يحصل فيه بكتيريا وفطريات وعفن. عشان يحصل لي التحلل. آآ الدود طبيعي والائمة الاربع بنأكد تاني قالوا حاكتين فيهم الدود حلال. نشيلهم ونتعمل معهم خل التفاح والمش. لان الدود المتكون هو من نسق تكوين الخل او المش. بس طبعا زي ما احنا عارفين المش بتحطي له الترمس والحلبة. وباذن الله مش بيبقى فيه لا دود ولا اي حاجة غير مستحبة. آآ طرقتنا كانت سهلة جدا وبسيطة جدا. هنبقى نتقابل ان شاء الله في فيديو عن نستعرض المكونات بتاعت خل التفاح اللي احنا عملناها. ونستعرض المقدير اللي احنا عملناها ان شاء الله. آآ باي كمية نقدر نعملها يكون عندنا باذن الله تعالى خل تفاح طبيعي في البيت. بسمرتين بثلاث سمار كيلو ربع وهكذا. والحد ما نتقابل ان شاء الله في فيديوهات عن خل تفاح. استوداكم الله الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.